ايه فيفا كوين افضل الارخص موقع لبالكوينز ريب التسليم وبيدعم اللغة العربية ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا الرابط كود الخاص الموجودين تحت بالدسكريبشن وايضا متجر ليجندوي بيوفر كوينز باسعار جدا مناسبة ومساوي عروض بالفترة الحالية وطبعا طرق التواصل مع هالمتجر كله رح بتلاقوه كمان بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اروا وسيل جيمر مع كلهم مقطع جديد من السلسات تحديات الفوتو درافت انا في هذا المقطع تحدي جدا رهيب رح بيكون واللي هو تحدي فوتو درافت المية واثنين وتسعين طبعا عملت قبل هيك تحدي على المية وتسعين وتحدي على المية واحد وتسعين والتنين جبناهن الحمد لله فالتحدي الكبير اليوم هو على المية واثنين وتسعين طبعا بفيفا تساطعش ما سبق اللي اني جبته فيفا 18 طبعا لانه كان في نسخ team of the season نزلت وقته والteam of the year وكل النسخ فكان سهل انك تجيبه نوعا ما لكن حاليا ما شفت اي حدا جاب مية واثنين وتسعين لغاية الان فراح حاول بهالحلقة تلت محاولات منشوف هل منقدر نجيب مية واثنين وتسعين ولا لا فبتمنى بالما نبدأ دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة وحش ازا ماك تمنشترك طبعا المقطع الماضي اللي هو نزل مبارح كسر حاجز العشرة الاف لايك فخلينا نشوف هل هاد المقطع بيحسن يكسر حاجز سبعة الاف لايك ولا لا اول ما بنوصل سبعة الاف لايك فباذن الله بنزلكم التحدي الجديد فحاولوا توصلونا اليوم مشان ينزلكم التحدي جديد اليوم كلام طويل طولنا كتير بالكلام خلينا شوف شو عنا تشكيلات حلوة هيك اوكي اربعة ثلاثة ثلاثة هي افضل تشكيلة ممكن ان الجبلنا لعبين فباسم الله بنبدأ ومتقابلين خير من البداية شي لاعب ايكون اوكي كيفن دي بروين موجود الو تيم افذير بس يلا نسخة نسخة الكام بتكون جدا ممتازة النسخة العادية يعني صح بس انه لاعب ممتاز خلينا نشوف الـCF ان شاء الله لاعب ممتاز ش جدا حلوة conversion اوه الميسي 96 والله كفو حلو جدا تعال حلو يعني صح في Thier بس يلا بتضل نسخة جدا اسطورية خلينا نشوف شي من الاحتياط يا رب او لا 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 تعبانين اوكي 84 يعني افضل من لا شي منشوف الـCDM اللي هون شي لاعب دوري انجليزي يكون اوكي يبارة من دورة الانجليزي تعال لحد الان التشكيلة يعني في دي بروين وميسي والباقي عاديين اوكي حلو صلاح بيجيني وفي بابي بس مناخد محمد صلاح خلينا نشوف السي بي يا رب فانداي كراموس اوه هرنانديس طيب ما في مشكلة لغاية الان يعني العناصر ما لها الممتازة جدا بس تيري هنري تسعين واو ايكون يا جماعة تعال تعال يعني في هازرت صاح 91 بس هنري بيشبك مع الكل ووووو 8دة اعطينا ناتشو شوف الحارس محتاجين كورتوى او شي حارس من الدوري الاسباني بيجيني ككوكاسيا بيكون جيد كمل خلينا نشوف والله مافي هل عناصر يعني في عناصر ممتازة بس حلو قرثبيل ممتاز 89 خلينا نحطه ونحط مودريتش هون فهيك التناغم بيكون افضل بمراحل كمل خلينا نشوف 80 بس يعني جيد بس كان بيمكانكم تعطوني شي افضل من هيك لانو البطاقات العادية جدا كثيرة اوو مبابي 89 والله حلو ماشي يعني مع انو في تيم اوف زايير بس ما طلعلي اوو لالا حلو حلو ميندي وفي لالا بشوف انو ميندي ممكن انو نحتاجه اكتر بيشبك اخضر مع هنري وبيشبك مع هيرنانديس فجدا ممتاز هيك واخد تناغم كامل كمل خلينا نشوف ياربشي لعب ايكون كامان اوكي جوردي البا في فرناندينيو بيشبك اخضر مع دي بروين وفي جوردي البا بس انا عندي ميندي ملي محتاجه فرح باخد فرناندينيو بيساعدنا شوي ايه ليش تناغم على حالو اوكي طيب لا في مشاكل يارب ياربشي لعب علي الكلام بقى ايه هيك ماشي اوكي بوكبا بوكبا تسعين تعال وين بنحطك يا بوكبا انت كمان اوكي بيعطيني هيك تناغم على فرنسي لانه جنسيتو فبيكون افضل لنا اوكي والله المفروض هيك ليش تناغم بيقل بوكبا بياخد تناغم كامل بس دي بروين هو تناغمه جدا تعبان صار احط فرناندينيو التناغم يعني يعتبر صار تقريبا مية بالمية بس نقصنا رايتنج عالي اه دوغلاس كوستا بظن انه ممتاز مش بطال ابدا كمل سي بي هون اللاعب فوق ال85 بدنا تعبانين كلهم والله تعبانين فيكتور رويز حارس حارسي تعبان محتاج حارس عليه الكلام اوكي دي خيه رح بيشبك مع ناتشو بس ما رح بيشبك مع التاني فممكن اني اخد دي خيه حطه هون وحط قلب الدفاع هاد فهيك التناغم صار جيد جدا خلينا نحاول نجيب عناصر نبدل هيك لانه لسه عنا شوية مراكز ومتأمل انه يطلعنا شي اللاعبه ممتازي حلو حلوين الريتنج 86 ولا مين ناخد ايه ممتاز وبما اني محتاج زهير يمين لانه زهير يمين عندي شوية تعبان فمناخده خلينا ناخد مبابي نحطه هون وبقى الي مركزين بالتشكيلة يا ربي طلع لي شي لاحب اه كلهم تعبانين 84 يعني جيد نوعا ما ومنشوف المركز الاخير عنا وبيجينا ريتنج 85 80 ممفس دي باي فهي التشكيلة على عموم يعني تشكيلة والله يعني اذا جينا للواقع فيها عناصر حلوة ومعرف ليش ما وصل للمعدل 90 مع انه المفروض يوصل 90 رحاول وصل هيك باي طريقة كانت اوكي هاي على ريتنج وصلته تشكيلة 189 يعني اذا جينا للواقع الهجوم ممتاز خط الوسط ممتاز الازهرة جيدين جدا بس الدفاع هو اللي خزنا قلوب الدفاع الاثنين يعني لو طلعلي مثلا راموس وفاران كانت وصلت 191 ما بعرف اذا رح توصل كانت 192 بس كان بدنا عناصر اقوة من هيك خلينا نشوف المدرب اه هو ما رح تفرق المدرب اصلا لانه نحنا هيك هيك وصلنين ثلاثة ناغم مية فمحاولة اولا تعتبر فشلنا فيها فخلينا الان ننطلق على المحاولة الثانية اوكي المحاولة الثانية بسم الله حلو اه في اربعة ثلاثة ثلاثة وفي هاي الخطة اوكي هاي بظن انه افضل يعني ان شاء الله ان شاء الله تكون افضل لانه ثلاثة دفاع دائما بتجيب ريتنج عالي ماشي توني كروس ما بيطلع بالادرافت عادة فشي جيد انه طلعلي بمركز الكابتن خلينا نشوف السي ام هيك اذا بتعلقوا لي مدري تشمعه فجأة هيك لكن لا لكن لا نشوف الار اف او الجناح يعني اليمين حلو صلاح بيجيني ما بعرف ليش ما بيطلعوا نسخ انفورم مع انه قلو نسخ انفورم ومبابي قلو نسخ تيم افذيير وستيرلينج قلو انفورمات يعني لا بيطلعوا لي نسخ عادية ما بعرف ليش بالضبط يعني شو التفكير اللي بيفكروا بالضبط هالشركة الله اعلم اوكي فيدا بايلي ممتاز اربعة وثمانين افضل شي بيناتن كمل عطوني راموس ازرق شي ازرق هيك فاندايك ازرق تعال يا السلام حلوين حلوين كمل هون بيجيني قوديني ممكن دايما بيجيني قودين انفورم هون او والله قودين انفورم فعليا دايما بيطلع لي هون قودين انفورم بس في عندي لعيبة ممتازين كمان بس على اساس الريتنج قودين يعتبر افضل شي قلوب الدفاع عنا جيدين جدا هون ازا بيجيني دخية او او اوبلاك او ايوه دخية تيم افذيير واو حلو البداية حلو البداية حلو جدا كمان يعني خلينا نحول شوي على الاحتياط لانه شكلنا حسدنا الاساسيين اوكي الله الله حلو حلو بيانيتش وكاليخون اخد من خلص خد بيانيتش على اساس الريتنج يارب يارب لعيبة تيم افذيير كمان والله ازا بيطلع لي ميسي تيم افذيير اخي بيكون شيء اسطوري ستيرلينج وعندي كلايبارت مين افضل كلايبارت بيشبك يعني بس ستيرلينج دوري انجليزي ممكن يساعدني اكتر بمركز الار ام لاني محتاج لاعب فخلينا نكمل بدنا لعيبة ايكون ما فيه في كوتينيو ممتاز بساعدنا بشكل كبير اعطوني ميسي هون طيب ممكن اه رودريغو اوكي يا الله كنت متأمل سوارز ولا شي فرمينو بيجيني هو اعلى الشي بالريتنج وفي عندي رودريغو بس باخد فرمينو لاعب جيد جدا شوف الجناح اليسار هازارد او هنري بيكون ممتاز نيمار حلو مع انه له بطاقة اعلى من هيك بس بتضل بطاقة جيدة جدا اذا حطينا كوتينيو بمركز الال ام فبيشبك مع نيمار ومع عناصر الدوري الاسباني كيفاني حلوين تعال 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 خلينا نشوف التشكيله ماشية بشكل جيد جدا بنقدر نقول اه حرام كومان من الدوري الالماني خلينا نحط قوتينيو هون شوفوا تيك تناغم صار جيد واحد وثمانين ولسه نعصنا هاد المركز اوكي ثلاثة وثمانين بيجيني وفي جيلسون مارتينيز هذا كمان ممتاز بصراحة خلينا ناخده يعني في حال حطينا قوتين هيك فالتناغم بيكون جيد جدا تمام هيك تشكيله يعني نوعا ما او رونالدو او اي شي هيك ممتاز يكون اوه المعدل تسعين المعدل تسعين حلوين حلو المعدل تسعين يعني قبل شوي لانه جبنا تسعة وثمانين لكن هلا تسعين دي الاخت الو بطاقة تنين وتسعين بس لا منطلع الو البطاقة العادية اوه عاد خلاص اوه اوكي اي حارس بما انه عندي حارس اصلا يلا كمل 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 لعبين ممتازين ريتنج عالي كيميتش مو ستة وثمانين يعني لما بدنا ريتنج عالي بدنا شي فوق التسعين والله ما علي عرفان يعني ليش ما عم يطلعوا لي شي ريتنج فوق التسعين هاي شوف رح تخسر شي يعني اذا طلعتونا لعيبة بريتنج عالي والله ما رح تخسر شي اوكي رافينيا وباقي مركز اخير اللي هو مين رح بيكون اوكي اوه ميسي الحمد الله على السلامة والله العظيم واخيرا طلعتولي ميسي هاي التشكيلة شو ممكن انه تجيب ممكن تجيب معدل تسعين صح؟ يعني المفروض انه ينجاب فيها معدل تسعين لا مستحيل يعني ما ينجاب معدل تسعين يعني بصراحة بيكون كذب ايه عادي ما نجاب معدل تسعين حتى يعني واو كلها العناصر وما نجاب معدل تسعين اوكي ممكن يحط ميسي هون يعطيني تناغم هيك افضل وفرمينو اخد تناغم الكامل شو الحل يعني شو الحل اوكي هي كمان المحاولة الثانية للأسف انه فشلة هي كمان يعني حتى التناغم لا تناغم ولا معدل يعني مع انه ماني عرفان في مشاكل يعني يعني مثلا اذا عندك هجوم ممتاز بتلاقي الخط الوسط ضعيف عندك الدفاع ممتاز بتلاقي شي ضعيف هيك ما بتكمل يعني صعب جدا انه تكمل وهذا الشي اللي بيخلي الدرافت له ايمي يعني انه صعب انه تكمل معك تشكيلة كاملة بعناصر ممتازة فهي المحاولة الثانية للأسف انه فشلة كمان فرح بننطلق الان على محاولة ثالثة واخيرة وان شاء الله انه نحسن نجيب 192 باذن الله بسم الله بندخل على المحاولة الثالثة اذا طلقت لي اربعة ثلاثة ثلاثة رح اختارها فورا ايوه هذا المطلوب لانه بصراحة خطت لثلاثة دفاع ما عم تجيب لعيبة ممتازين يلا بسم الله اه كافاني يلا كافاني ما في مشكلة بما انه نيمار جناح يسار فا يعني اذا طللي نيمار بيكون ممتاز خلينا نشوف الاحتياط لما رحت على الاحتياط قبل هيك فا اوووووو حلو ارثر والله لما بتختار الاساسي وبتحول شوية على الاحتياط يطلع لك لعيبة ممتازين فارثر ممتاز اوك يا الله يا الله حلوين حلوين في حالة طلع لنيمار هللأ بيشبك مع ارثر ومع أليكسساندرو فا بيكون شي رهيب بصراحة يارب بيطلع لنيمار اا حرام ما طلع لنيمار بيجيني ويليان او انسينيا ممكن اني اخد ويليان بيشبك مع مع أرثر ومع أليكساندرو لكن عنا ريتنج أعلى وبصرحة ويليان أصلاً يعني أكيد ما رح يضل أساسي خلينا نشوف السي إملي هون لا طلعوا لي بطاقات عادية يا الله بقبة بيطال ممتاز حتى لو البطاقة العادية لأنه ما له غير بطاقة تسعين على الشي أوكي كانتي أوه حسام عوار كمان يا الله بيحيروك يعني أحياناً فعلياً بتختار أحياناً مين تختار يعني فرق صاح بالريتنج مالي عرفان مالي عرفان وفي بنت نكور بيشبك مع أليكساندرو ومع عناصر الدوري الإيطالي فعم فكر أني اختاره كمان والله مالي عرفان يعني بصراحة احترد بس يلا رح باخد كانتي خليه يشبك مع بقبة أخضر بيكون رهيب ها شوف هلا بيطلعوا لك بقى البطاقات العادية خطوا هيك فبيشبك مع كانتي ممكن أني شوف مركز قلب الدفاع الأول أعطوني فاندايك كل مجمع الحلوة بيشبك مع كانتي ومع بقبة يعني هو بيشبك ممكن أن نختار واحد من الاثنين فهيك ممتازة خلينا شوف هون مارسله يا رب يارب مارسله كل مجمع كل مجمع والله التشكيلي ماشي صح التشكيلة ماشية صح يالله يا رب يا رب خلينا نحط اه اه اوكي ممكن اني حط ارفر هيك فهيك ممتازة هيك ممتازة جدا شوف قلب الدفاع التاني يا رب يا رب ليش طيب ليش اوكي فرنسي فرنسي بيظل ممتاز خلينا نتكمل خلينا نشوف الاحتياط هون ميسي عطوني او رونالدو او حلو صلاح 88 لا بعرف ليش ما بيطلعولي صلاح نسخة انفورم نسخة هيك يعني ممتازة تكون لا ايوه زنشو 90 ممتاز الحمدلله انقذني باخر لحظة اه صلاح بيشبك محتاج حدا مكان مكان كافاني اوكي حفوا فخلينا نشوف حارس كورتوا هون العادية بتكون اه ما اجاني كورتوا ما في ولا حارس يشبك هذا بيشبك صح بيشبك بوفون وفي نوير ما بدي اخد هاد اخد م الجود اخد مجوز الخلص خد بوفون يعني افضل من اه لانه نروير ماشبك محداة مو اصددي افضل من نوير او شي فااااacing احمد موسى 81o0ة يعني ريتنجx عادي يارب لا لهوني بكون ممتاز اه اه لا بيجيني ماريو جاسبار فيه من الدورة الانجليزي يلا خدو والله ما بعرف كنا ماشيين صح يعني بلشوا يخربوها شوي عطونا ريتنج عالي بالمدافعين اوكي بيجيني مندي او لوكاس دينيا شوفوا انا محتاج استي ومحتاج جناح شوفوا كيف مافي مالون شابكين ابدا يعني ولا اي خط مافي ولا ربع خط اصلا اوكي خلي نشوف ميسي هوني ممكن هوني مار حلو حلو هيك بيشبك مع كافاني على الاقل وبيشبك مع هذا اللي كان بديها شفتوا كيف هاي نيمار شبك مع الثلاثة مشان هيك انا بدي نيمار من اول فممتاز نيمار خلينا نكمل يا رب يا رب العيبة ببريتنج عالي ممتاز هازارد 92 شي جدا رهيب خلينا خلينا نكمل يا رب يلا هنري تيري هنري 90 وجنسيته فرنسية يا اخي شي رهيب تعال خلينا نشوف اوكي هيك بيشبك اخضر بس المشكلة اللي كان بدي هنري ياخد تناغم كامل هيك كانتي تناغم مناقص بدنا نعطي كانتي او بقبة تناغم كامل باي طريقة كانت هلا رح منشوف شو ممكن نصرف محتاجين قلب دفاع مع فاران لانه هاد 76 الريتنج عنده جدا تعبان فخلينا نشوف حتو ما في ولا قلب دفاع كلهم اظهر اصلا يعني ماشي فيها دفاع سيدي باي خلينا ناخده ممكن اننا نحطه هون فهيك التناغم ممتاز 98 سار يعني مسألة التناغم صارت مضمونة بدنا ريتنج عالي ريتنج عالي فهموا علي يا لعبة يا غبية 87 يعني جيد بس بدنا اعلى من هيك كمان اي شوف 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 اوه بس اوه نكمل خلينا نشوف اوه سيليسن حلو والله بطاقة جيدة نوعا ما خلينا نجيب أليكس ساندرو تمام وجيب لي سانشو اوكي وجيب صلاح يعني كيف كل هادو ما وصلت اصلا معدل ما وصلت معدل تسعين ما وصلت يعني والله ما بعرف شو لازم جيب عناصر اكتر من هيك حتى وصل حتى تسعين يعني مو اعلى من هيك ممكن اني حط سيليسن هيك حارس اساسي مكان هي يعني سيليسن جيد بالحراسة يا الله ما لعرفان كيف ما وصلت تسعين حتى هيك جرب رتب العناصر اوكي متل ما انتم شايفين التشكيلي يعني ما وصلت بصراحة معدل تسعين حتى فمية وتنين وتسعين ما زالت جدا بعيدة يعني انا لما جيبت مية واحد وتسعين كان رقم جدا ضخم فما بالك بالمية وتنين وتسعين هلا لسه شوي بكير عليها لازم نستنى شوية نسخ جديدة تنزل على اساس انه نحسن يعني نجيب هيك معدل او هيك تقييم يعني فممكن اني حط هذا لقلب الدفاع الفرنسي هون فهيك تمان وتسعين ما وصلت معي ولا باي شكل يعني تسعين حاولت كتير لكن اعلى الشي وصلته تسعة وتمانين فخلينا نختار مدرب واكيد المدرب رح بيوصل لي التناغمية ف تسع وتسعين ايوة 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 انه ما في ولا مدرب رح يوصل تناغمية اه والله ما في ما في ولا مدرب رح يوصل لي التناغمية على عموم اصلا ما فرقت كتير لانه المعدل اصلا نازل ف هاي ثلاث محاولات عملناها وللاسف كلها فشلنا فيها يعني لكن مع هيك حاولنا احنا والله انا حاولت وفي عناصر جدا ممتازة حتى بهي التشكيلة يعني كان المفروض تجيب 190 بالراحة يعني ما بعد الفلش 89 عاطين تقييم فازا حابين ننزل تحدي 192 قريبا اكتبولي تحت بالتعليقات هذا للناس اللي طلبتوا مني فهيكم نقدر نقول لنوصلنا لنهاية المقطع لا تنسى تقطع على زر لايك وتشترك بالقناة اذا ما كنتمشترك ضغطين ما رح يخسروك اي شي لكنك رح تساعدني فيهم بشكل كبير واكتبولي اقتراحاتكم للتحديات الجاية تحت بالتعليقات اول ما نوصل 7000 لايك فابنزل لكم التحدي الجديد فشكرا لكل واحد تابع المقطع لنهاية فبس هذا اللي كان عندي اليوم بامان الله اشتركوا في القناة